بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومعانديهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب طبيعة الخطاب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم عشوراء يختلف عن خطابه في ليلة عشوراء ففي ليلة عشوراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخطب في أصحابه خطاباً من طبيعته أن يبعد الأفراد خطاب طارد أنتم في حل من بيعتي اذهبوا هذا الليل أدغشيكم فاتخذوه جملاً تفرقوا في سوادكم ومدائنكم روحوا انطلقوا أحد منكم ليبقى هذا الخطاب هذا النوع من الخطاب طارد للأفراد بل منذ اليوم الأول من حركته الخطاب كان خطاباً مبعداً حينما أراد الخروج من مكة المكرمة خطب في الناس بعد الحمد والثناء والصلاة قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة أنا أنطلق إلى الموت الموت يخوف الناس يستوحشون من الموت على من رافق سيد الشهداء فيبتعدون بطبيعة الحال بعد القاء هذا الخطاب وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف خير لي مصرع أنا لاقيه أنا أذهب للشهادة أنا أذهب إلى الموت ثم يشرح كيفية الموت الذي ينتظره كيفية الشهادة التي تنتظره كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا ثم يقول لهم من كان باذلا فينا مهجته اللي يريد يجي يموت خلي يجي دم القلب من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا لما موطن نفسه لا يجي فأني راحل مصبحا إن شاء الله هذا النوع من الخطاب بطبيعته للناس مبعد لهم خطاب طارد أما في يوم عشراء الخطاب يختلف مية واثمانين درجة خطاب يحاول جذب الأفراد هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله يريد يوقظ الضمائر الميتة يريد يستنهض فيهم روح الغيرة هل من موحد يخاف الله فينا يريد يوقظ تلك الفطرة الإلهية التي أودعها الله تبارك وتعالى في كل إنسان هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يبحث عن فرد فرد هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا يريد يستنهض فيهم روح العاطفة والحمية والغيرة هل من معين يرجو ما الله فينا في مقطع آخر ألا من مجير يجير نا هذا الخطاب نوعية هذا الخطاب لجذب الأفراد لإيقاظ الضمائر الميتة أفراد موت حول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه طبيعة هذا الخطاب أن يحييهم هذا خطاب لجذب الأفراد ما هو السر في ذلك خطاب يوم عشوراء يكون خطابا جاذبا وخطاب ليلة عشوراء يكون خطابا دافعا ربما يكون السر في ذلك أن النهضة الحسينية بحاجة هذا خطاب قبل يوم عشوراء بحاجة إلى الأفراد الخالصين الأفراد المخلصين ليكونوا مخلصين انتخاب الخيارة لا يكون بين الجماعة اللي يخرجون من مكة برفقة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه جماعة يطمعون في حطام الدنيا انتوا لا تجوا الحركة النهضة بحاجة إلى أفراد هم النخبة الذين يضحون بكل شيء في سبيل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه تضحية بلا حدود واحد يجي طمعا في حطام الدنيا يأمل واحد بالمية عشرة بالمية أكثر أقل أن يصل إلى منصب أن يصل إلى شيء من الدنيا مال منصب سياسي وجاه حكومة يصل إلى كرسي من الكراسي برفقته الحسين ولكن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقطع عليهم هذا الأمل خط الموت خير لي مصرع اتخذوه جملة انطلقوا اذهبوا أنا ما أريد إلا الصفوة إلا الخيارة ولذا الكثير بعد خطابات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه تفرقوا عام شافوا ماكوا أمل للوصول إلى ما يأملون أما يوم عاشورا فالخطاب مختلف متغير مية واثمانين درجة بالعكس هل من ناصر ينصرني لماذا لعل هناك في معسكر الأعداء من يكون صالحا للانتماء إلى سيد الشهداء هذا خطاب لجذب أولئك لجذب أمثال الحر لعله من هناك صفوة خيارة مغمور ما سامع صوت الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما مطلع على طبيعة الحدث هاي غرب له في القسمين غرب له طردا للأفراد وجذبا للأولياء لتغربلن غربلة لتبلبلن بلبلة هاي بلبلة وغربلة امتحان لاختيار الأولياء الصالحين الصفوة من غيرهم يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا هذا امتحان عصي جماعة وهم القلة إلى هذا الطرف وجماعة وهم الكثرة إلى هذا الطرف ولا زالت القضية الحسينية بحاجة إلى أمثال هؤلاء اللخبة الحركة المهدوية صلوات الله وسلامه على إمامنا وعجل الله تعالى في فرجه الشريف أيضاً بحاجة إلى أمثال هؤلاء الصفوة فرداً فرداً الإمام يبحث عنه من أفضل أنواع إحياء القضية الحسينية اليوم والانتماء إلى القضية المهدوية من أفضل أنواعها الخدمة خدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خدمة زوار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خدمة المعزين لسيد الشهداء عليها أفضل الصلاة والسلام روح الخدمة هؤلاء الذين يخدمون القضية الحسينية هذا وسام من الله تبارك وتعالى هذا اختيار إلهي هذا اختيار الصفوة اختيار النخبة الخدمة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا الوسام لا يعطى لكل أحد هذا وسام شرف هذا وسام يعطى للملائكة خدمة سيد الشهداء خدمة زوار سيد الشهداء خدمة القضية الحسينية هذا وسام يعطى للملائكة في الحديث الشريف في كامل الزيارات يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن الله يرزق زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه غدوة وعشية من طعام الجنة الله يرزقهم غدوة وعشية يومية صباحا ومساء من طعام الجنة من يخدمهم من يأتي بالطعام وخدامهم الملائكة هذا الوسام لا يحطى لأي أحد هذا استمرار للنهضة الحسينية صلوات الله وسلامه عليه اللي يحمل راية خدمة زوار الحسين عليه السلام اللي يحمل راية خدمة المعزين لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هم النخبة الذين يضحون بكل شيء الخادم يعني شنو الخادم من لا يملك من أمره شيئا ما يملك من أمره شيء خادم يعني ينفذ ويلبي أوامر المولى كل ما كان الخادم أكثر مطيع ترتفع شأنيته ترتفع عظمته عند المخدوم عند المولى صلوات الله وسلامه عليه أعلى درجات الكمال يحصل للإنسان عندما يصل إلى منتهى درجات الخدمة أعني العبودية المطلقة العبودية المطلقة تساوي أعلى درجات الكمال أشهد أن محمدا يوميا نقرأ عبده ثم بعد ذلك رسوله حينما نذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلى الله وسلم عند الباب نقرأ السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله عبدك مو بس أنا عبدك أبي أيضا عبدك أمي أيضا أمتك عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم هذا منتهى درجات الكمال حينما مملوكا لا يقدر على شيء أنا عبد أنا مملوك أنت تأمرني فأطيب إذا قدر الخادم يصل إلى هذا المستوى من التجرد عن الذات التجرد عن المجتهيات هناك هناك مواقف قد يفقد السيطرة على نفسه شهوات الإنسان قد تتحكم عليه غرائزه قد تتحكم عليه موقف صعب ما يقدر يسيطر على نفسه الخادم الحقيقي العبد الحقيقي يسيطر على نفسه لأنه لا يملك من أمره شيئا يرى مراد المولى أحد الوجهاء المحترمين من أصحاب الهيئات تعرض لموقف صعب جدا قبل سنوات يمكن عشرين سنة مكان مصدح وهو الهيئة وكان وجيها مقبولا من قبل الجميع الناس يحبوه لأن حقيقة كان يخدمهم همكان وجيه همكان يخدمهم بيده في موقف صعب جدا في ازدحام شديد جدا واحد اتقرب إلى طلب من عنده طلب هذاك الوجيه لم يتمكن في تلك اللحظة من تلبية طلبه قال له انتظر لحظات هذا الفرد لم يتمكن من تمالك أمره فبدأ بإهانته بصوت عالي بسه أمام الناس أمام جماعته واحد يهانش قد صعب صرخ بصوت عالي وتقدم نحوه وصفعه هذا الصراخ هذا السب هذه الإهانة أمام الجميع لوجيه محترم هو موقف صعب جدا بعض الأحيان واحد ما يتمالك نفسه يرد بالمثل يجاوبه ولكن اش قد لازم الإنسان يكون مسيطر على نفسه متمالك أمره متخلي عن جميع شهواته اللي تضغط على القوة الغضبية تضغط على الإنسان حتى يدارك الموقع التف حوله الناس وأرادوا أن يتهجموا على المتهجم ليردوا فهذا الوجيه حلفهم بالله عليكم اتركوه فالحق معه اللي يتعد عليه يعني يتعد عليه بهذا المنطق ثم تقدم نحوه وقبله واعتبره منه وقال له الآن ألبي لك طلب هذا موقف حقيقة صعفة تشي نقول بس واحد وقت اللي يطلع في الواقع شوف اش قد يقدر يسيطر على نفسه التجرد عن الذات التخلي عن الشهوات مقتضى وسام الخدمة الخدمة في مختلف أنواعها خدمة صغيرة كانت أو خدمة كبيرة خدمة أهداف سيد الشهداء صلى الله وسلامه عليه أو خدمة الزوار مثلا في قضية بسيطة كتقديم الشاي هاي خدمة أيضا المرجع المعروف السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه كان يقول للطلبة إذا أردتم التوفيق العلمي والعملي تريد توفيق في المباحث العلمية تريد توفيق في الأمور العملية هناك ثلاث أمور التزم بها الأمر الثالث خدمة سيد الشهداء التوفيقات الإلهية تأتي بعد خدمة سيد الشهداء خدمة الزوار ما كان يقول فحاسب وإنما كان يعمل شنو كان يعمل كان هو يروح يقدم الشاي بيده لهؤلاء المعزي المرحوم الجد رحمة الله عليه حينما كان في سامرة في مختلف مراحل حياته كان يخدم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كيف يخدمه خلي منبر في البيت يوميا يقرى مجلس حسيني في البيت لزوجته ولأولاده ولعائلته هذه خدمة لقضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأول يوم من محرم كان بنفسه يعلق السواد في الحسينية يجيب الدرج يصعد الدرج والسواد يعلقه سأكون آخرين أيضا ولكن يأبى إلا أن يقوم هو بهذا العمى وفي قضية معروفة سقط من الدرج كان عالي جدا ولكن أهل البيت أصحاب الكساء كما في القضية المعروفة مسكوه روح الخدمة روح التجرد عن النفس روح التجرد عن الشهوات والغرائز والقوة التي تضغط على الإنسان إذا تمكن الإنسان من تقوية هذه الملكة في نفسه يصل إلى مدارج عالية من الكمال أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالكم ويستجيب دعاءكم ويوفقنا وإياكم لمزيد من الخدمة الخالصة المخلصة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين